الفنانين والفنانين يلتحيون والساندون سعد المجرد في محنته قبل النطق بالحكم التفاتة المعيزة أقدم عليها نغبة من الفنانين المغاربة والإعلاميون والمشاهير اتجاه الفنان سعد المجرد لمساندته في محنته التي يمر منها وذلك قبل النطق بالحكم النهائي في ملف القضية ونشر هدف من المنانين والمشاعير عدة تدوينات عبر حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر الفنان حاتم عمو قلبي ودعواتي معك يا طيب الله يفرجها عليك فيما نشر الفنان نزر إيديل عبر حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام صورة تجمعه بالملرد معلقا عليها ربي معاك أخي يسعد الله يسمعك خبار الخير كما نشر الإعلامي صمد غيلان تدوينته كذب فيها قائلا أتمنى من كل قلبي أن يكون الحكم عادلا عادلا في أحيان سعد سواء خارج سالما أو متواردا أتمنى أن تكون الدولة التي تحب أن تحطي الدروس نزهة عبر قضاء يفترض أن يكون مستقلا فيما نشر الفنان عمر لطفي تدوينته قال فيها قلوبنا معك يا طيب الله يفرجها عليك يا رب وأيضا نشر دينا لنا أكذور صورة وتق لقاءها بالنجم المغربي مرفوقة بتعليق جائبي الله يفرجها عليك عن مساعد وإن شاء الله خير وقالت الفنانة دنيا بطمة عبر خاصية ستوري الله يفق ضيقتك ويسمعك خبار الخير ويشار إلى أن قضية سعد المجرد حضيت بمتابعة واسعة كما أنها تصدرت عنوين الصحف والمواقع العالمية وكذا أضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي كلنا تصدمنا اليوم بالقرار اللي تصدروا بالحكم دياله سعدنا مجرد لمدة سنين ديال الحبس تخيلوا معي أن قضية من 2016 حتى 2013 وعشانها تصدر الحكم ما بانش لكم أن تلقصها شوية شوية فيها واحد علامات استفرام كبيرة ما بانش لكم أنه كيستهدفوه أو أنهم بغيين يحقموه ست سنين ست سنين صراحة طويلة بزاف سنين ست سنوات ما قليل لاش كيفاش أن دولة أوروبية من قبل أن دولة أوروبية فهنا مجموعة فالقرار في القانون ديالها أن البنت وصلت 18 حبسة تقول اللي حرة وهذا لا يعقل انها مشت معا برجليها وبكل قواتها العقلية بالغة والتعم انه تصبها هيدا مشي اغتسب تاني حاجة انهم مشوا القرطة اللي هي مسدودة او شي خلاخة او شي حاجة باش تقول انها غتسبها غصبا عنها انتشي فيه بزاف المؤامرات وفتخلين فيه بزاف الناس كيفاش انها اه يتعرض عليها مبلغ شا نقول لكم مبلغ خيالي وترفض يعني انها بزاف العلامات الاستفام وصراحة هاد القرار ماشي محلوم ماشي 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 عادل كان ضمن انها هاد القضية داخلين فيها بزاف الناس ومؤامرة حتشافو ولد مغني عربي طلع للعالم يا بوح طريقة خيالية كل العالم انه متتدر عليه العالم كامل كيغني اغانيه اللي كيغني اغانيه اللي كيقلد الرقصة ديانه تزفت لحويش علاش فسع ما حدش هو عربي مغسوش يطلع للعالم يا الله غطالش حمن واحد صراحة خصومي يعاودوا اعادة النظر في هاد القضية ويشوفوه صراحة يشوفوه يستنطلهم جوج ضروري ما غتكون شهي حاجة اللي غتخليه تبرأ هذا الاعقل انه ست سنين ضع من حياته وباقي صغير يلا تشوفوه حشو ما الصراحة كنا تصدمنا كان قبل انه بزززفت الفنانات تضامنوا مع ساعد المعرض وكانو كيدعو انه يطلع براءة فاذا بينا في يوم الجمعة كيصدر قرار صادم وستمنى كاملين حسن عوان الماليدة دياله والاب دياله والزوجة دياله وحسن عوانه احتى هو وقال لها في المحكامة من الفين وستاش هو مطمر من الفين وستاش هو وفي حالة نفسية صعيبة مع المبيه غير الله كنتمنو انه في هاد الاستئناف في هاد مدة عشر ايام يلقاوشي دليل وتصدر لبراءة دياله وكنا معاك ازاد المشغل الى اللقاء